وقت اخرى عزين نفتح. محدش يوترني. هوا. محدش يوترني. بس. واحد. اتنين. تلاتة. انتم كلكم مستنين لحظة. بصدو بيتمرجح في الارض دلوقتي. شوفين هنكلبنا على القلب. انتم شربته عصير ولا لسه. اتنين. اتنين. لا انا حيني. والله الموضوع صعب. لا انا انت بتعملها بجد. ايه. ايه. ايوة. لا لا لا. يلا واحد. كله قول باسم الله. لا لا. يلا واحد اتنين. يلا واحد اتنين. يلا واحد اتنين. قلت فرح جوزي وولادي باول يوم لينا في رمضان في بيتنا. لان انا طول الوقت كنت اول اسبوع في رمضان لان كنت اتعبانة. كنت موجودة عند موم الجوزي ربنا يديها الصحة والعافية يا رب. ويبرك له دايما عمران بحسها. جبت كده حلة وفيها معلقتين دهنة وحبت زيت وحطيت كده. اربع بصلات. انا مخرطان كبار. وكنت باب شرجوزت طيب. بقى حتتين. رحت رمياهم في البصلة. تدي ريحة كده وطعم. البصلة انا قلتها في السمنة. زي ما انتو شايفين كده. اسفرت معي. هبتدي اجيب معلقة هريسة. دي هريسة شطة اللي احنا عاملينها مع بعض قبل رمضان. انا طبعا كل حاجة نعملها معاكو قبل رمضان عشان تسهل عليا. الصلصة اللي احنا كنا عاملينها اهي. قلعت برضو اربعة كياس. انا بحب اعمل خلطة المحشي. تكفي مثلا يومين محشي. وتكفي كمان اكلة مومبور. وبحشيهم وبحطهم في التلاجة. وبفصل بقى بينهم وبين الاكل. هبتدي احط الطماطم كلها واغطي الحلة. لحد ما يتسبكوا. كده احنا عملنا تسبيكة المحشي. وتعالوا اوريكم هعمل ايلي المحشي تاني. بها ورق العنب بعمله خلطة كده عالمية. هي كثيرة ومتعبة شوية. بس انا عيالي وجوزي والبيت كله بيحبها. بجيب معلقة سمنة. وبجيب بصل. طلب بصلات انا هم قطعوهم حلقات كده. او جوليان. و بكرملهم في السمنة. يعني ايه صارة بتكرملهم في السمنة? بغمقهم. بخليهم لونهم بني. عايزة ريحة البصل المكرمل او ريحة البصل البني. زي ما انتم شايفين كده هفضل اقرملهم في السمنة. هيبقوا لونهم بني. وهوريكم هنعمل ايه في البصل المكرمل عشان يدينا ريحة وطعم. البصلة اصفرت وقربت تبقى لون البني. هحط عليها فلفل اسود وملح وجوز طيب. وبهارات لحمة. وبهارات الخليج. وهقعد اقرملهم بقى كده في البصلة. لحد ما يبقى لونها بني. دي اهم حاجة. دي شريح لحمة نعمة جدا. ما بتاخدش سوى. انا الطاصة اللي حملت فيها البصل المكرمل. هحط فيها اللحمة وديها صدمة. يعني ايه صدمة? من غير سمنة ولا زيت. هحطها كده في الصينية. تنزل كل السوايل اللي فيها. وخليها لونها بني. اللحمة نزلت كل السوايل اللي فيها. وبقيت متل اسواعة كده زي ما انتم شايفين. هننزل عليها بقى بالبصل اللي احنا كرملناه بالتوابل. مش هنحط عليها توابل تاني لان احنا حاطين كل التوابل على البصل المكرمل. هقلبهم شوية كده ببعض وانشله. تعالوا بقى اوريكم الخلطة اللي بعملها مع ورق العنب وطعمها بيبقى احلى من ورق العنب. بجيب الحل اللي هحش فيها ورق العنب. واحط فيها ترنشاط من الطماطم وترنشاط من الفلفل الرومي. وزي ما انتم شايفين على الترابيزة ترنشاط بطاطس. البطاطس دي بقى بتبقى واخد طعم البصل المكرمل. واخد طعم اللحمة مع طعم ورق العنب. الخلطة اللي تحت دي لما بتيجي تكلها بالمعلقة كده مع ورق العنب بتبقى في حتة تانية خالص. بقى تعمل اللحمة مع البصل المكرمل مع البطاطس مع التماطم مع الفلفل حاجة كده عالمية هنزل بقى باللحمة والبصل المكرمل عليهم من فوق الوش كده هلو بقى وريكم شكل الخلطة من تحت عامل ازاي بصوا اللحمة والبصل المكرمل وشرايح التماطم والبطاطس والفلفل هجيب وراء العنب وراء العنب انا ديته سلقة كده لمدة دقيقة زي منتوا شايفين وجبت الرز غسلته غسلت الخضرة قلبت الرز مع الخضرة كويس جدا وحطيت التوابل بتاعت المحش بتاعتي زي اي ستة عادية وحطيت التسبيكة بتاعت الطماطم والبصلة اللي احنا عملناها سوا اللي بتنفوا بعض وسبتها تبرد شوية وبعد كده جبت وراء العنب بعد ما سلقته وغسلته كويس هبتدي ألفه وحطه فوق الخلطة في الحلة اللي احنا عملنا حشيت بقى الحلة زي منتوا شايفين بقى بالخلطة العبقرية من تحت عايز اقول لكم الحلة دي المفضلة لأهل بيتي زي منتوا شايفين كده هبتدي أهزها عشان هنزل المرأة طبعا ما رأيت فراخ ما رأيت لحمة المرأة اللي انت تحبيها حطيها انا حطيت المرأة اللي موجودة عندي هسقي بها كده لحد ما المية تبدأ تبان او الشربة بتاعتي تبان في الحلة وهبتدي أعلق عليها تاخد غلوة وبعد كده أودت عليها النار عشان تستوي كمان كنت عاملة صنية جلاش باللحمة المفرومة والجبن هجيب شوية مرأة كده وحط على الجلاش وهبتدي أفتح له الفراغات عشان يتشرب الشربة كويس جدا ودخلها الفرن يا دو بكعة تسوي على طول هفتح لها بس كده عشان المرأة تدخل جوه الجلاش كله أدخلها الفرن ووريكم الصفرة بتاعت الفطار هنا بقى كنت بحط العصاير عشان يفطروا كنت عاملها لهم قطايف وعملة عصاير كتير طبعا أنت عارفين رمضان يعني عصاير تجهيز الصفرة ده أهم حاجة في رمضان هنا لكنت بجهيز الصفرة عشان أحط لهم الأكل والواحد اتنين تراتة هقرب يلا ماما يلا 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 اهو ايه رهوي واحد اتنين تراتة بصي ما عدت شقة عمري ده أنا عدت فيها تولي ليلة بصي ما تحط البتاع كده فويها بصي يا عم بلا 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 بيهو ده شقة عمري ده أنا عدت فيها من امبرح بالليل دي بصي هي مفيش أحلى من ستة المصرية عالطبية واحد اتنين تراتة هقرب بسم الله بصوا بقى حلت الورق العنب دي حاجة كده خياري بصوا هي دي ستة المصرية الأصيرة بصوا بصوا كده أنا خلصت أحلى حلت ورق العنب ممكن تعمليها بالخلطة دي البصل المكرمل بالخضرط بقى طعمها في حتة تانية وعملت شرب الكوارع وعملت لهم جلاش باللحم المفرومة وحمرت لهم طبق بفتيك وحطت بقى المخللات والعصاير بصوا حاولوا على قد ما تقدروا الفطار لو بقى منه افطاروا منه تاني يوم كل سنوات